ما يحدث في الإقليم يؤثر على اليمن وما يحدث في اليمن يمكن أن يؤثر على المنطقة يعيد المبعوث الأممي هانس جروندبيرغ تذكير مجلس الأمن وأعضائه بتأثير البنف اليمني على محيطه وانعكاس التوترات الإقليمية عليه ويضع مخاوفه من تعريض جهود السلام للخطر بعدما طرأت على الوساطة تعقيدات عابرة للأطراف الداخلية والفاعلين الإقليميين هانس الذي كثف تحركاته ولقاءاته في الأونة الأخيرة محاولا حماية خارطة الطريق والبناء على ما سبق إنجازه من فترة سماها بالهدوء النسبي يعبر اليوم عن قلقه من التطورات في اليمن داعيا إلى الحفاظ على الفضاء السياسي وإبقاء قنوات الاتصال مفتوحة مقترحا وقف التصعيد الإقليمي للدفع بعملية السلام إلى الأمام عملية باتت أمام أخطار جديدة متمثلة بالتصعيد في البحر الأحمر إذ نقل غالبية الأعضاء مخاوفهم من التأثيرات على الشحن البحري والتجارة العالمية وارتفاع تكاليف النقل وطالب مندوبو والولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا واليابان الحوثيين بوقف هجماتهم على السفن التجارية في المقابل أرجع ممثلة الصين وروسيا التعقيدات الجديدة أمام عملية السلام إلى الضربات التي تشنها الولايات المتحدة الأمريكية وحلفاؤها على مواقع داخل اليمن محذرين من تداعيات التصعيد والأخطار الأمنية في البحر الأحمر مع دعوة الحوثيين لوقف الهجمات على السفن يرد ممثلاء واشنطن ولندن على الصين وروسيا بأن الضربات ضرورية ومتناسبة وتدخل تحت بند الدفاع عن النفس وأن أهدافها لا تتعدى تعطيل قدرات الحوثيين في مهاجمة السفن وما بين الدعوات لوقف الهجمات والحديث عن التوترات وتأثيراتها تتزايد تعقيدات الملف اليمني وتلتقي مشكلاته بما يحدث في الإقليم والعالم ونتائج جلسة مجلس الأمن ستتوقف عند المخاوف والمطالب إلى أن تتم معالجة المسببات والتأثيرات في الداخل قبل الخارج ترجمة نانسي قنقر